كعهدها تتصدر للمملكة قائمة الدول والهيئات العشرين الأكثر دعما للشعب الفلسطيني في عام 2017 حسب إحصائيات الأمم المتحدة التي أشادت بالدور الذي تلعبه الرياض في دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي أنهكه الاحتلال وحلت المملكة في المركز الثالث على مستوى الدول وفي المركز الرابع على مستوى الهيئات بإجمال منح ومساعدات وصل إلى 148 مليون دولار بينما وصلت المنح الإماراتية إلى نحو 17 مليون دولار في حين ذكرت منظمة غوث التابعة للأمم المتحدة أن الأرقام الصادرة للعام الثاني على التوالي تكذب الشعارات الزائفة التي تتغنى بها دول مثل قطر وإيران بشأن الدعم القضية الفلسطينية وذكر التقرير الذي أشاد إلى الدعم والمنح التي تتلقاها منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الصندوق السعودي للتنمية يودع نحو 8 مليون دولار شهرياً في خزينة السلطة الفلسطينية المتمثلة في مساهماتها السنوية البالغة مليون ومائتي ألف دولار لميزانية الوكالة كما تقدم تبرعات استثنائية للوكالة تبلغ نحو 60 مليون دولار سنوياً لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجها الخاصة بالفلسطينيين وتعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمه 300 مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 94-95-97 وفي العام 1999 للميلاد بالإلضافة إلى الإعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية وقد أوفت المملكة بكامل مساهمتها المقررة حسب قمة بيروت في مارس 2002 لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية وما أكدت عليه قمة شرم الشيخ في مارس 2003 بتجديد الالتزام العربي بهذا الدعم كما اهتمت حكومة المملكة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين حيث قدمت المساعدات الإنسانية للاجئين مباشرة أو عن طريق الوكلات والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين مثل الأوناروة واليونسكو والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي والبنك الإسلامي